يعطيكم ألف عافية وصفتنا لليوم رح تكون من ألذ وأشهاء الوصفات اليوم رح نعمل مع بعض البوز العربي وإن شاء الله رح نعملها بطريقة سهلة وبسيطة البوز العربي هي من الأطباق الإلهاشعبية عندنا بكل بيت بحبوها الكبار والصغار وإن شاء الله اليوم رح نشتغلها مع بعض بطريقة بسيطة تعبوا معي الفيديو وتعالي شوف طريقة العمل في البداية هون رح نحضر للمهلبية رح نحتاج ثلاث كاسات من الحليب السائل ورح نحتاج كمان هون أربع ملاعق كبار مليانين من النشا هلو هون بحرك النشا مع الحليب حتى يجوب عندي النشا تماما وبعده هون رح ننزل المطيبات رح نحتاج هون نص معلقة صغيرة من المستكا طبعا طحنتها مع معلقتين كبار من السكر هاي حبوب المستكا احنا منجيبها من عند العطار رح نحتاج كمان هون معلقة صغيرة من الفنيلة البودرة بالإضافة إلى ثلاثمائة ملي من القشطة ممكن تستخدموا أي نوع قشطة تقامر انتو بدكم اياها آخر اشي هون رح احط نص كاسة من السكر طبعا بحركهم على البارد بعده هون رح احط الطنجرة على الغاز بنستمر في التحريك حتى ما يظل معي اي تكتلات بالخليق اذا بتحبوا الحلاوة تكون شوي زايدة ممكن تزيدوا حد ثلاث ملاعق كبار من السكر طبعا اول ما اشوف عندي الخليط بلش يغلى بوط الغاز شوي بتركيغلى تقريبا مدة دقيقتين لحد ثلاث دقائق واول ما اشوف عندي الفقاعات صارت بهذا الحجم خلاص بطف الغاز وبشيل الطنجرة على جنب الخطوة المهمة هون لازم نصفل المهلبية طبعا انا بفضل تصفوها حتى ما يكون فيها اي اشي من التكتلات هل هون رح اتركها تبرد بدرجة حرارة الغرفة بعدها رح ادخلها ثلاجة الخطوة البعضية هون رح نحضل للكريمة بالنسبة للكريمة هون رح نحتاج ضرفين من الكريمة البودرة طبعا وزن كل ضرف عندي يساوي 36 جرام ورح نحتاج كمان هون معلقة صغيرة من بودرة السحلب طبعا بودرة السحلب كمان احنا منجيبها من عند العطار طبعا هاي بودرة السحلب خام رح نحتاج كمان هون ثلاث ملاعق كبار من حليب البودرة طبعا هون حليب البودرة اختياري بحركهم كثير منيح مع بعض وبعدي هون رح نحضل للكريمة السائلة طبعا بالنسبة للصحن هون انا حطيته بالفريزر تقريبا مدة نص ساعة لازم يكون عنا بارد تماما والكريمة السائلة هون رح نحتاج كاس ونصف من الكريمة السائلة رح احكي بالنسبة للكاس استخدموا اي كاس متعدد الاستعمالات بس المهم ان يكون عنا العيار بكل الوصفة بنفس الكاس هلا هون رح نزل للكريمة البودرة مع السحلب بالنسبة للخفق هون في البداية رح يكون عنا على سرعة واطية بعديها منعلى السرعة حتى ناخذ القوام اللي احنا بدنايا المستكاة ممكن تحطوها كمان بهاي المرحلة اذا عندكم مستكاة سائلة كمان بتعطيناكها طيبة هيك عندي قوام الكريمة هلا هون رح ننزل المهلبية طبعا المهلبية شرط اساسي لازم تكون عنا باردة ابدا ما تحطوا المهلبية على الكريمة وهي سخنة ما بتنجح معكم الوصفة طبعا هون المهلبية انا تركتها تقريبا مدة ثلاث ساعات بالثلاجة لما ننهيج ننزلها على الكريمة مننزلها على مراحل بننزل كمية وبنخفق حتى تخلص معنا كل الكمية هيك عندي قوام البوزة صار جاهز هلو هون رح ادخلها لفريزر حتى تجمد معي طبعا هون رح اتركها تقريبا مدة ساعة وبعدها رح اطلحها من الفريزر وارجع اخفقها بنخفقها كثير منيح بعدها هون رح ارجحها على الفريزر اتركها ساعة وبطلحها برجع بخفقها طبعا هاي الحركة رح نعملها ثلاث مرات حتى طبعا تنعم معي البوزة ما يكون فيها اي بلورات من الثلج فاقل شي لازم تعملوها ثلاث مرات انكو تدخلوا لصحن الفريزر ساعة اتطلعوا ترجع تخفقوها وترجع تدخلوها حتى يكون عننا القوام جدا ناعم هيك عندي صار جاهزة هل هون بالنسبة للصينية طبعا انا فرشتها ورق زبدة في حال مش توفر عندكم ورق زبدة ممكن تفرشوها نايلون وهون رح احط كمية منيحة من الفسطق الحلبي وبعدها رح انزل الخليط ممكن تحطوا كمية بسيطة مع الخلطة فسطق حلبي بس أنا هون لاني رح الفها رول خليط الفسطق الحلبي كليات يكون بالصينية في حال ما بدكم تلفوها ممكن العلبة اللي بدكم تحطوا فيها البوزة العربي تحطوا فيها كمية من الفسطق الحلبي طبعا هون انا بعد ما فرشتها على كل الصينية دخلت الفريزر تقريبا مدة ساعتين بعدها هون طلعت من الفريزر يعني هون كانت عندي بالفريزر تقريبا مدة ساعتين كانت جامدة تماما في حال حستوها ما جمدت معكم اتركوها كمان ساعة هل هون منلفها شوي شوي بشكل رول وبعدها هون رح احطها على ورق زبدة ورح ارجع الفها طبعا رح الفها كثير منيح ورح استخدم كمان هون ورق النايلون وارجع الفها في حال مش متوفر عنكم ورق النايلون ممكن اتلفوها بالقصدير هون رح ادخلها الفريزر تقريبا مدة 12 ساعة يعني انا هون تركتها طول الليل ولازم تجبت معكم الميح هيك عندي بعد ما طلعتها من الفريزر زي ما حكت لكم ان هون تركتها تقريبا مدة 12 ساعة بتكون جاهزة تماما رح ارجع هون ازينها بالفستق الحلبي وبعدها بقدمها ما شاء الله ما تتخيلوا نكيتها وطعمها بجاد شاهي كثير حبيناها في البيت رح احكي ملاحظة بالنسبة لحلاوتها حسيتها جدا محتللة ممكن يزيدوا من كمية السكر واذا حسيتوها بعد ما خفقتوها انها لسا بدها كمان سكر ممكن تحطوا كمية بسيطة من السكر البودرة وهيك عندي الوصفة صارت جاهزة بتمنى انها عجبتكم بتمنى كمان انه الفيديو عجبكم اذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تسألوا لايك للفيديو لدعم الفيديو الاشتراك بقناتي تفهيل زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة ويعطيكم الف عافية ترجمة نانسي قنقر